السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء مرحبا بكم في هذا المقطع الجديد الذي يتعلق بالنص الشعري البحر الخاص بالوحدة الخامسة المسبوع الرابع كتاب المنير في اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي نعم أولا استعد للقراءة يحب أغلب الناس الذهاب للإستياف بإحدى الشواطئ أذكر بعد هذه الشواطئ التي أعرفها بالمغرب إذن كانوا مجموعة الشواطئ بالمغرب دعم منها شواطئ مدينة طفجة شواطئ مدينة تتوان شواطئ مدينة الحسيمة شواطئ مدينة سعيدية ونظر ثم في الضفة الأخرى وعندنا شواطئ مثلا الدار البيضاء دفقنا شواطئ مدينة أقادير الدخلة وغيرها من الشواطئ المهمة ما غيرت ذكروا الشواطئ التي تعرفها واللي مشيتوا ليها ثم هنا ألاحظ الصورة وأقرأ العنوان ثم أتوقع ما يمكن أن تقدمه القصيدة عن البحر نعم العنوان هو البحر والصورة كبن البحر والأمواج إذن ربما ستتحدث هذه القصيدة أو سيتحدث الشاعر نعم عن البحر وعن ما يسخر به وفوائده وستنراحل ذلك إن شاء الله عند قراءتنا للنص نعم حتى لا أطيل عليكم نذهب لإصفة 187 للإجابة على الأسئلة التي لدينا والقراءة أنتم قموا بقراءة هذا النص الشعري وقموا بحفظه لأنكم ستكونون مطالبين باستعراضه أمام أستاذكم أو أستاذتكم إذن أولا عندنا أغني أفهم النص أغني رصيدي أبحث عن خريطة كلمة هوا عندنا كلمة هوا نوع ديالها ضد ديالها والمعنى ديالها وتركيبها في جمع إذن بالنسبة لنوع ديالها الكلمة فهي فعل نعم فعل نعم ضد ديالها الكلمة هي كرهة أهوى الشيء بمعنى أكرهه نعم بالنسبة لمراضف أحب هوى أحب طفقنا ثم بالنسبة لتركيبها في جملة نقدرون نديروا يهوى الأبناء آباءه ثم السؤال الثاني مطلوب أني أبحث في القاموسي عن معنى الكلمات الآتية هاديرا ساجيا أنسامون اللي عنده المعجن في الدار اللغة العربية يقلب على المعنى ديالها الكلمة ديالها هاديرا وساجيا أنسامون أنا أعطيكم التعريف ديالها بالنسبة لهاديرا يعني صوت قوي ساجيا بمعنى ساكينا أنسام بمعنى الريح الليينة ثم عندنا السؤال الأول في أفهم وأحلل أحدد متى يهوى الشاعر البحر مطلوب منين حدد متى يهوى الشاعر البحر نعم نعود للمنص ديالنا بش نبحثو على الجوان نعم عندنا هويتك ساجيا والليل زاهن طفقنا إذن فقشكيه وأنا الشاعر البحر قلنا حينما يكون البحر ساجيا والليل زاهن إذن الجواب ديالنا هو هذا اللي بغير نقله عندما يكون ساجيا والليل زاهن ثم عندنا السؤال الثاني قال لك أذكر بما شبه الشاعر صوت البحر نعم بشبهنا شاعر صوت ديال البحر نعم اللي قرأنا النص يعني غير عرفنا الجواب أين متواجد إذن شبهه بالرعدي نعم صوت ديال البحر شبهه هنا كالرعدي طفقنا إذن السؤال الموالي السؤال الثلاثة أصف أحوال البحر كما ذكرها الشاعر نعم بالنسبة يعني الوصف هنا قلنا كلمة جنوني كي يصفنا البحر قلو كلمة جنوني تجري نعم وقلنا أيضا في كر وفر البحر في كر وفر بمعنى المد والجزر نعم هذو من حركات نعم وقلو هادرا كالرعدي هادرا كالرعدي وغيرها من العبارة اللي يصفنا به الشاعر ثم رابعا تحدث الشاعر عن كنوز البحر وما يتدخره أذكر بعضها يعني بعض يعني هنا قلنا في النهاية ديال النص نشوفه هنا قلو ليس كمثل كنزك أي كنز ولا كثميني ذخري كأي ذخري هنا بين الأشياء اللي كتكون في البحر كيل المعادن وكيل البترول وكيل الثروة السمكية كيل لؤلؤ والمرجل هذه من بعض الأشياء التي يضمها البحر والكنوز الموجودة في البحر الآن أتأكد من توقعي نعم طلبوا مني أنني أتأكد من توقع ديالنا أن توقع ديالنا كان نسبيا صحيحا نعم حيث أن الشاعر وصف لنا البحر نعم والحالة دياله نعم وبما يسخر به من كنز ثم هنا أتذكر أو أتذوق وأقويم السؤال الأول ما المغزاء من البيت الأولي من القصيدة نعم البيت الأولين هما هدو هذا البيت الأول وهذا الثاني إلى ما تظل كالمجنون تجري صباح مساء في كر وفر فتقبل هادرا كالرعد الترغي وتزبد كالمهيجي لأخذ الثأري إذن هنا المغزاء هو الإشارة إلى حركة البحر المنتظمة التي تظهر في حركتي البد والجزري تفقنا ثم السؤال الثاني شبه الشاعر البحربي كثير من تشبيهات في القصيدة قال لك أستخرج بعضها بعض هذه الأشياء التي شبه نعم قلنا قبلها كالمجنون وشبه كالرعدي وكالمهيجي نعم وأيضا شبه كالسماء نعم 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 لدينا كلمات سماء سماء أنت في الأرض نعم شبهو ثم السؤال الرابع أو السؤال الثالث أظن وصف الشاعر في قصيدته كلمات مع أضادها أبحثوا عنها وأتذوقوا معناها إذن هنا يا عندنا أول كلمات ضد كر وفر تفقنا إذن علام كيدلو كيدلو على حركة المد والجزر واشتفقنا ثم الحاجة التانية صباحة ومساء نعم كي نوح الكلمات صباحة ومساء نعم هي اللي كلمة لسبق كر وفر نعم صباحة ومساء اللي كدلنا على الليل والنهار نعم ثم السلم والحرب نعم ها هي السلم والحرب ثم يعني هذه الحركة أيضا السلم والحرب وهما أيضا يدلو على حركة المد والجزر ثم في سر وجهر تفقنا هذوم هما الكلمات والأضطات ديهم لأنه كين صباح ومساء كر وفر سلم وحرب سر وجهر ثم رابعا أحول البيت الشعري الثامن إلى نفر بأسلوب الخاص إذن البيت الشعري الثامن افوا هو هذا إذن أنا حولت هنا عجيب أنت في مد وجزر عجيب أنت في كر وفر وما قالوا عظيم أنت في سلم وحرب عظيم أنت في سر وجهر ثم خامسا أعبر نعم أعبر عن رأيي بخصوص هذه القصيدة نعم تكلم الشاعر في قصيدته عفوا عن أحوال البحر عندما يكون هادئا وعندما يكون هاجئا هائجا عفوا نعم ثم أخيرا أختار الأبيات أو البيت التي أعجبتني أو الأبيات التي أعجبتني في القصيدة وأتغنى بها مطلوب أني أختار البيت اللي أعجبني وأنني نقوم بالإنشاة دياله إذن أحبائي كان هذا كل ما يتعلق بدرسينا لهذا اليوم ألقاكم في الدرس المقبل الذي يتعلق بمكوين الصرف وتحويل اسم المفعول وأيضا التركيب التوكيد 188 شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم